في الثالث من يونيو الماضي قبل رئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ثم كلفه بتشكيل حكومة جديدة على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات ووعد شهر من استقالة الحكومة ينتظر المصريون الأعلان عن تشكيلة الوزارية الجديدة التي قد تشهد تغييراً كبيراً بعدد من الوزارات بحسب مصدر حكومي إذ أكد أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستكون يوم الأربعاء الثالث من يوليو بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لكن لماذا الثالث من يوليو؟ لهذا اليوم دلالته على حدوث تغييراً كبيراً على مستوى السياسات والأشخاص لأنه في مثل هذا اليوم من عام 2013 أنقذ القائد العام للقوات المسلحة أنذاك عبدالفتاح السيسي مصر وانتصر لإرادة شعبها وثورته العظيمة وبالتالي فالمصريون بانتظار إحداث تغييراً كبيراً في الثالث من يوليو من عام 2024 لحسب تغريدة للبرلماني المصري مصطفى بكري عبر حسابه على منصة X اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر